سنعيد ما دمرت الحرب وسيعود لأبيان أمنها واستقرارها كان هذا ملخص الكلمة التي ألقاها بن داغر عقب وصوله وعددا من أعضاء الحكومة إلى أبيان المحافظة التي لطالما خاض الجيش فيها معارك ضارية مع تنظيم القاعدة زيارة على الرغم من أنها الأولى لهذه المحافظة منذ توليه منصبة إلا أنها جاءت بعد سلسلة تحركات سابقة إلى محور العند وإلى جبهة كارش المشتعلة وهو التحرك الذي اعتبره متابعون بمثابة رسائل الحضور على الأرض تأمين المناطق التي تحضر فيها سلطة الشرعية وإعادة تفعيل الأجهزة الأمنية وضرورة انعكاس تطبيع الجانب الأمني على كافة المحافظات المحررة كانت من أولويات الزيارة التي أكد فيها بن داغر أن أمن محافظة أبيان واستقرارها يمثل أهمية كبيرة لأمن واستقرار جميع المناطق المحررة وبصورة مباشرة على أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن لم تتوقف الزيارة عند مناقشة الشق الأمني والاطلاع على أبعاده بل شملت الجوانب الخدمية خصوصا تلك المتعلقة بالبنية التحتية في المحافظة كالكهرباء والطرقات وترميم الملاعب وما خلفته الحروب المتعددة في أبيان زيارة مثل هذه على الرغم أنها حملت في شكلها الإعلامي معالجات للأوضاع التي تعيشها المحافظة المنسية إلا أنها ما تزال غير واضحات المعالم فيما يخص الجدية بالتعامل مع المطالب التي ترفع كل يوم لإعادة تطبيع الحياة فيها وغيرها من المحافظات التي تعيش تدهورا في كثير من الجوانب دلالات عديدة تحملها التحركات الحكومية الأخيرة ففي الوقت الذي يصفها متابعون بالتحركات التي تأتي في سياق تثبيت القوة على الأرض ما يزال يراها آخرون بمثابة الزيارات التي لا تثمر كليا فيما يخص تجاوز الأزمات الخانقة التي تعددت أشكالها وتنوعت صورها في مختلف المحافظات